السلام عليكم أهلا بكم إلى هذا الموجزي الرياضي والبداية بأخبار الخضر أين أفرج أن خب الوطني ميلوان رايباتس عن قائمته المعنية بمواجهة الكاميرون في أولى جولات تصفيات كأس العالم 2018 والتي ضمت 24 لاعبا قائمة رايباتس لم تعرف مفجأة تذكر إلى أنها شهدت الاستدعاء الأول لحارس ملودية بجاية شمس الدين الرحمني مكان دوخة بالإضافة لعودة مهدي عبيد خثير زيتي ونصر الدين خوالد وفيما يلي قائمة 24 لاعبا لمواجهة منتخاب الكاميرون هذا وأكد نخب الوطني ميلوان رايباتس إلى أنه لا يوجد أي مشكل في المنتخب الوطني اسمه بن سبعيني مبرزا بأنه هو سيد خيارته مبرزا بأنه لا يوجد أي مشكل في المنتخب الوطني المنتخب الوطني مباشر المنتخب الوطني المنتخب الوطني مباشر وفي خصوص منصب حراسة المرمى أبرز رايفات عن سبب استبعاد عز الدين دوخة وتوجيه الدعوة لرحماني راجع لرغبته في تشبيب المركز مضيفا في ذاتي السياق إلى أن بولحي يبقى رقم واحد في الخضر وفي خصوص من الثالث يجب أن يكون لدينا شخص منهم كما تجد أن نجد سنجد رجاء السيدة ونجد أن نجد من جادل إن كان لدينا اتحقق لدينا نجد النجد لدينا صحيح أنه مع أولا نحن سنجد رجاء على عمله لدينا سنجد ويكون لدينا أقل حرباً على المشاركين لكن هذا وبدأ المسؤول الأول على العرض الفنية للخضر متفائلا بإنهاء عقدة الكاميرون التي لم يسبق أنفذ عليها المنتخب الوطني مبدياً أمني في أن يكون التحكيم في رقايا الكاميرون في المزدوى لتعني أكثر من المزدوى لنا لذا فقمنا على أن نقوم بذلك كل تحكيم يعتقد أن تحكيم أكثر من نوعا فعلاً هذه الكاميرون يعتقد أن نحن سيطرة في ست دوارة نوعاً لن يتكلمون على الأمور لأنه يوجد فيه في الأمور لديه مباشرة مع نفسه يقولون أنه يمكن أن تتكلمون على الأمور لديه مباشرة لا يوجد فيها مباشرة هذا ما أقرى تقني السربي بأن هناك أسماء تستحق الستدعاء رغم عدم توجيه لها من بينها بالفضير الذي أكد على أن أبواب المنتخب لا زالت مفتوحة أمامه. هل يمكن أن يكون مفتوحة أمامه؟ هل يمكن أن يكون مفتوحة أمامه؟ في أخبار البطول الوطنية تفتتح الجولة السادسة من المحترفية الأول موبيليس هذا الجمعة بإجراء ثلاثة لقاءات أبرزها سيكون بين مولودية توهران التي ستستضيف اتحاد الحراش لافتكاك نقاط الثلاث أمام منافس يعاني منذ انطلاقة الموسم. وفي لقاء آخر يستقبل دفاع تجنانت الذي سيكون محروما من خدمات مدربه بغرارة يستضيف شباب بالوزداد في مباراة لن تقل إثارة إلى جانب لقاء النصر حسين دايل الذي سيستقبل شباب باتنا في لقاء بشعار لا بديل عن الفوز للنصرية وتأكيد تعادل تيزي وزو بالنسبة للكاب. هذا وسيكون الموعد غدا مع مباريات الجولة الرابعة من المحترف الثاني موبيليز جولة تتقدمها القمة بين اتحاد البوليدة أمام نادي بارادو. ورقا في الموضوع مع بيلال هردون. ستشهد الجولة الرابعة من المحترف الثاني لقاءات واعدة الجمعة تتصدرها المباراة بين اتحاد البوليدة ونادي بارادو بملعب براكني حيث سيسعى اتحاد البوليدة لتأكيد الفوز أمام العلمة ونادي بارادو لمواصلة النتائج الإيجابية عقب الفوز على سعيدة. مواجهة أخرى لن تقل إثارة حيث سيكون اتحاد بسكرة أمام امتحان صعب عندما يستقبل شبيب تسكيكدا شركة ريادة فيما سيكون غالم عسكر في تنقل معاقد إلى عين فكرون الباحث بدوره عن تدارك تعطر الأربعاء. من جهته أمام الأربعاء الذي سيدخل بناقص نقطة من رصيده يسعى للتدارك وتحقيق أول فوز عندما يستقبل مولودية العلمة الباحث عن الفوز الثاني بعدها الزمتين جمدت رصيد البابية في النقطة الثالثة. شبيبت بجاية صاحبة المقدمة إلى جانب بارادو وسكيكدا تسعى بدورها لإثبات الانطلاق القوية عندما تحل الضيفا ثقيلا على ويدة بوفاريك المتواجد من دون خسارة في ثلاث جوالات. فيما يستقبل أمل بوسعادة جمعية شلاف في مباراة دون جمهورة. أما سعيد الباحث عن تحسين ترتيبها ستكون في تنقل صعب إلى الخروب لمواجهة الجمعية المحلية المنتشية بالفوز أمام بوسعادة في الجولة السابقة. ختام الموجزة رياضي شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله.